نظمت صباح اليوم وزارة الصحة العامة بالتنصيق مع الشركاء في المجال الصحي اجتماعا حول كيفية القضاء على فيروس شلل الأطفال شارك في عمال هذا الاجتماع مجموعة من الوفوط قدم من الدول المجاورة عائشة دودي ما زالت هناك مجهودات تتواصل للقضاء على فيروس شلل الأطفال في بعض الدول المجاورة لحوض بحيرة شاد والتي تقاسم البلاد في الشريط الهدودي وخصوصا الأجزاء الغربية منها وفي هذا الشأن فإن هذا الاجتماع يعد الثاني من نوعه للدول المتاخمة لحوض بحيرة شاد وقد جاء بهدف تبادل الآراء والأفكار لأجل وضع خطة جديدة ذات مردود مغاير وفعال لحملات التطئيم وخلال ذلك فإن البلاد استطاعت في فترة عام 2010-2016 أن تنظم عدة حملات تطئيمية ضد شلل الأطفال حيث وصلت إلى 51 حملة وطنية لصالح 4 مليون طفل كما أن وزارة الصحة العامة وشركائها وضعوا في اعتبارهم أطفال السكان الرحل وسكان المناطق النائية ولكن التدخل الإرهابي الذي شهدته البلاد مؤخرا أثر سلبا في سير عملية الحملة وذلك حسب ما أوضحته منظمة اليونيسيف ونذكر بأنه أثناء الاجتماع تقدم مقترحات مختلفة من قبل الوفود المشاركة وأنها ستستمر لمدة ثلاثة أيام عقد صباح اليوم عمدة دائرة الخامسة قام بزيارة إلى السوق الكبير لمعرفة سير عمل اللجنة المكلفة بعادة بناء السوق بمواصفات حديثة وأن اللجنة بدأت بعملية الإحصاء محمد حسن أدا ضمن الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى جأل مدينة أنجمينة من المدن اللامئة الإفريقية من حيث البناء والتعمير والنظافة فقد بادرت بلدية الدائرة الخامسة بأعداد مشروع إعادة بناء سوق الصنفيل وفق المواصفات العالمية حيث جاءت زيارة أمدة الدائرة بهدف معرفة سير عمل اللجنة المكلفة بجمع البيانات والإحصاء وتسجيل الدكاكين والمحلة التجارية بالسوق رئيس التجار سوق الصنفيل من جهته أكد وقوف التجار إلى جانب اللجنة المكلفة بتنفيذ وإعداد الخطة ونشير إلى أن مثل هذه المبادرات تصهم في تحقيق سياسة السلطات العليا الخاصة بتنمية المدن الحضرية بالبلاد وإلى الاجتماع الشهري حول مراجعة الأوضاع الصحية في إقليم وادي فرا حيث ترأس الاجتماع الأمين العام لإقليم وادي فرا كلي ينس بحضور بعض من السلطات الإدارية والعسكرية إضافة إلى التقليدية التفاصيل لدى حليمة السعادية يعقوب يجيء هذا الاجتماع الشهري بإقليم وادي فرا بهدف مراجعة الأوضاع الصحية الشاملة ومعرفة الاهتياجات منها ومستلزماتها وفي هذا الشأن فقد تهدث المندوب الإقليمي لصحة الآمة بوادي فرا عوض آدم عوض موضها أن الخطواء الصحي في هذا الإقليم يمتاز بالإيجابية هيث سقرت الهكومة إمكانيات وتواقم طبية لأجل توفير القدمات الصحية للمواطنين الأمر الذي سأدى على نجاح هملات التطعيم ضد شلل الأطفال والغضاء على بعض الأمرات والأوبئة إلى جانب تهمل طبيعات المرضى من النساء الحوامل وترشيدهن في مطابعة الفهوصات الطبية والاهتمام بالصحة الإنجابية فضلاً عن مطابعة الحملات للتطعيم في أواسط البدو والروهل أما الأمين العام لإقليم وادي فرا كاللي يونس فقد أشاد بدور المندوبية الصحية وما تقدمها من قدمات لتهصين صحة المواطنين في كافة أراضي وادي فرا وذلك وفق منهجية سياسات السلطات العليا بالبلاد والشركة وفق مبادرات فقامت رئيس الجمهورية جريز ديبي إتنو إلى التأمين الصهي للمواطنين قامت جمعية تجمع أبناء شات بتوزيع لحوم الأضاحي إلى المحتاجين وجمعيات الأيتام والأرامل محمد عثمان بشير والتفاصيل عيد الأطحى المبارك قام تجمع أبناء شات للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية بتوزيع لحوم الأضاحي للعديد من المحتاجين كما شمل ذلك تقديم عدد من الأبقار لنزلاء السجون بهدف مشاركتهم فرحة عيد الأطحى المبارك الذي يعد من بين العياد المهمة عند كافة المسلمين حول العالم هذه المساعدات لم تتوقف فقط عند نزلاء السجون بأم سننا بل شملت أيضا الأطفال اليتامة المتواجدين بقرية دار الأيتام التي تعرف اختصارا بـ SOS لقد انتلغت المبادرة منذ أول يوم من عيد الأطحى المبارك واستمرت لسلاسة أيام ويستفيد منها أقرابة ستة آلاف شخص فهذه المبادرة نريد منها أو تعبر عن واجبنا اتجاه المساجين أو نزلاء السجون وواجبنا اتجاه الأطفال الأتامة الموجودين في دور الرعاية حتى نحس جميعا بأننا واحدة لدينا تكافل اجتماعي بأننا أسرة واحدة ويهدف القائمون من ذلك مشاركة مختلف المحتاجين فرحة احتفالات عيد الأطحى المبارك أقام حاكم إقليم كانم عبادي ساير فضل احتفالية بمناسبة عيد الأطحى المبارك بحضور بعض من أبناء وأهالي المنطقة خليل صالح والمزيد عن هذه الاحتفالية لقد اعتاد سكان كانم على إقامة مثل هذه الاحتفاليات الشعبية في إقليمهم احتفالا بمناسبة عيد الأطحى المبارك والذي تجمعت لأجله وفود من مختلف مدن وقرى الإقليم على رأسهم حاكم الإقليم عبادي ساير فضل ووجهاء وأعيان المنطقة مناسبة احتضنتها قرية يونوم الليماء رقصات شعبية وألعاب فالقلورية قدمها شباب المنطقة واحدة تلو الأخرى جسدت روابط الإخاء بين المناطق المختلفة لإقليم كانم وأبرزت العداد والتقاليد التي كان يتمتع بها سكان هذا الإقليم وقد جرت العدى أن يحضر الحاكم هذه المناسبات بهدف تبادل التهاني والتبركات لأبناء القرى والمناطق المجاورة لمو وتعزيز الألفة والمحبة بين أبناء الإقليم ترأس رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم الشادية مناسبة إجراء القرى لبدء الموسم الرياضي الجديد على المستوى الوطني عباسب بكر منافسات دور كرة القدم الشادية للعام الحالي 2017 وبالتحديد في دورتها الثانية والتي ستبدع في الأسبوع القادم حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى لمدينة أنجمينة فيها ست فرق والثانية في جنوب البلاد لها ثلاث فرق والمجموعة الأخيرة في شمال البلاد لها ثلاث فرق وبعد إجراء القرى لهذه البطولة فقد صرها الرئيس رابط طيكرة القدم الشادية مكناج ممتا آملا في هذه الدورة الثانية تحسين مستوى لعبي الفرق ورفع قدراتهم في أرض الملعب في حين عبر بعض رؤساء الفرق أن إعجابهم بأسلوب هذه القرى حسب قول أهدهم تحضيرا واستعدادا لخوض الغمار البطولة ستجرى مباراة الدية تجمع بين فريقي غازيل مع فولا إديفيس العاصمتين بعدها سيبدأ الدوري بصورة رسمية في السابع عشر من هذا الشهر الجاري حسب قولهم وفي الصفحة السوداء فلقد نقل جثمان الفقيد الحاج آدم آجي حسن إلى مقبرة لماجي حيث ورى جثمانه بعد أن وفته المنية في الثاني من سبتمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس عبدالله هارون توفي الحاج آدم آجي في صبيحة السبت الثاني من سبتمبر لعام 2017 بالعاصمة الفرنسية باريس إثر مرض ألم به ألزمه الفراش لفترة طويلة آدم حسن آجي هو مستشار رئيس الجمهورية ورجل عمال كادي له خبرات تجارية وسياسية وهو من أبناء إقليم كانمة جغرافية وأضو مؤسس بالمجلس الوطن التنفيذي لغرفة التجارة ومستشار بالمجلس العالى للشؤون الإسلامية بجمهورية شاد أضو بالمجلس الانتقالي في المؤتمر الوطن المستقل المنأقد في عام 1993 ولد آدم آجي في عام 1937 بمدينة مندو بمحافظة وادي بسام بإقليم كانم حيث بدأ مشواره التعليمي بالخلوة الخرعانية بمدينة مندو مسقد رأسه ثم واصل تعليمه بمدينة فرلامي وقسر الكامورينية منها انطلقت نشاطاته التعليمية الراهل آدم آجي حسن قبل 12 طفلا من الذكور والإناث وأصبح جدا لعدة أحفاد حيث نقل جثمان الفقيد إلى مقبرة لاماجي رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جدناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وهسن أولئك رفيقة إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه لراجعون وبهذا الخبر الأليم ننهي النشرة شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء